المتحور الجديد لفيروس كورونا يواصل انتشاره في العالم معيداً فرض بعض الإجراءات الاحترازية التي تراخت بعض الدول في تطبيقها مؤخراً وكالة الأمن الصحي في بريطانيا قالت إن ارتفاع عدد الإصابات بالمتحور الجديد وصل إلى 104 حالات حيث زاد بأكثر من الضعف وفي سكتلندا وصل عدد الإصابات بالمتحور الجديد إلى 29 حالة فيما سجلت السلطات الصحية الألمانية تراجعاً تفيفاً في عدد الإصابات في البلاد وقد تطرقت ميركل إلى المتحور الجديد بشكل خاص داعية الجميع إلى التطعيم ضد فيروس كورونا بجرعات معززة بعد بلوغ عدد الإصابات في جنوب إفريقيا منذ اكتشاف الفيروس إلى أكثر من 16 ألف إصابة في الأثناء يتسارع الإعلان عن تدابير صارمة لمحاربة هذه الموجة في كل أنحاء العالم فضلاً عن التطعيم فالخبراء يعتبرون أن جرعة إضافية من اللقاح قد تكون ضرورية للحماية من متحور أوميكرون وكشف وزير الصحة الفرنسي أن عشرة ملايين من مواطنيه فوق الثامنة عشر سنة تلقوا جرعة معززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا وستصبح الشهادة الصحية غير صالحة لمن لم يتلقوا الجرعة المعززة اعتباراً من الخامس عشر جونفي في حين لم تتلقى منظمة الصحة العالمية أي معلومات بخصوص وفايات محتملة جراء المتحور الجديد أوميكرون حتى الآن ترجمة نانسي قنقر